أنا سعيد جداً إن الرئيس اتكلم في الموضوع ده سعيد جداً إنه هو اتكلم عن خوف المصريين وعن قلق المصريين نعم سيادة الرئيس أنا بقول لحضرتك إن إحنا مش خايفين على مصر إحنا خايفين على نفسنا أنا بقول لك الحقيقة إحنا مش قلقانين على مصر إحنا قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا نعم في مصر اللي حضرتك بتتكلم على الحالة دي هذه الحالة موجودة كل بيت مصري غني أو فقير هناك حالة قلق هناك حالة خوف من المستقبل هذا الأمر ليس في مصر وحده ولكن في العالم كله إذا كان عشرين اتنين وعشرين كان عام الأزمة فالمفروض عشرين تلاتة وعشرين يكون عام الحل ونعلم جميعاً جميعاً أن هناك دول ستكون قادرة على الحل ودول لن تكون قادرة يعني هل المعاناة موجودة في البيت الإنجليزي نعم هل المعاناة موجودة في البيت الفرنسي نعم ولذلك سيادة الرئيس حضرتك تعلم أن هناك قلق وخوف وهو مبرر وهو طبعاً في ناس يعني بتتدخل في الموضوع واتدخل مخاوف وهو الأخر ولكن المخاوف الرئيسية سيادة الرئيس موجودة عند البقال المخاوف الرئيسية موجودة في السوبر ماركت المخاوف الرئيسية موجودة في الدروس الخصوصية المخاوف الرئيسية موجودة في قصة المدرسة هناك مخاوف حقيقية لا يزرعها أحد وهذا الأمر بسبب الأزمة التي نعيشها نعم سيادة الرئيس أنا سعيد جدا أن حضرتك حطيت إيدك على هذا الأمر ولكن المخاوف موجودة القلق موجود خاصة طبعا بعد القرارات اللي تم اتخاذها اليومين اللي فاتوا